الملفات من الفساد الذي كثب الشرب الخير الذي بدأت توصل للمحاكيم ولا تكون فيهم متابعات وقرارات النيابة العماء وقضاء التحقيق فهذا الشيء يشرب الخير الحمد لله ويطمئن والقانون يأخذ لمجرى دياله ومن بعدها المحكمة لها القرار النهائي بمختلف درجتها ابتدائيا واستنائفيا ومحكمة النقض باش تقرر بايدنا ولا البراء ديال الشخص لكن باش نبغينا نخارطه سياسيا في نفس التوجه تنتمنى لان بعض القواعد يعني القانونية اللي توضع جديدة باش نساعدوا هاد التوجه اللي غادي فيه البلد ديالنا باش نبغينا اكتر من الطمأنينة والتفاؤل والامل للمواطنين وقلوا راحنا جاوقت المحاسبة اللي در شي حاجة يتعاقب لكن يمكننا موازسا مع هاد شي هذا ناخدو بعض التدابير واللي يتغغ قانونيا إنه قد تقلي منーム muse و Kylie كان تمانا يتعاقب هذه النجدة التّقبل التي شاتفتها لها الإبراء الدرائبي والتقلد olika مة الشرط من الشروط باش يمكن لك تولج لأي منصب فيه المسئولية لباش تدبر الشأن العام منتخب او معين من طرف سواء الوزراء او رئيس الحكومة او صاحب جلالة نصره الله يكون هناك لإدلاء بالابراء الضرائبي سيكون قدوة للمواطنين ما كتساله تشعج الضرائب خلص الضرائب لعليه اول سلوك كيدلو الانسان المواطن وانه تخلص لعليه الضرائب هذي النقطة الاولى النقطة الثانية انقوش نفعلو لك المتهم بريء حتى تثبت اذانته هذا مبدأ قانوني ودولي انساني مهم جدا ولكن هاتش هاتش اننا ما نحكموش على واحد الانسان ان المحكمة ما زال ما قالش الكلمة ديالها النهائية واحنا نحكمو عليه كرأي عام ولا كمواطنين ولا كأسرة ولا كعائلة لا تواحد ما عندو الحق يحكم عليه لان المحكمة هي لغادي تحكم فهو كيتمتع بالبراءة لكن ممكن انتعلقوا بتدبير الشأن العام وتقلد مسؤوليات جاسيمة في اطار تدبير الشأن العام والمؤسسات العمومية هادا كيتسمى شبه هاتش دخل فوحد كيتسمى شبه هاتش تسمى شبه هاتش تسمى مشتبه فيه كيتسمى متهم كيف يؤقل انني نعطي المسؤولية لواحد الانسان اللي هو متهم ونتقر بهاد المبدأ ديال البراءة هي المبدأ والاستثناء هي الاذانة او المتهم بارئ حتى تتبه هاتش تسمى هاتش تسمى قانونيا انسانيا انسانيا مبدأ انساني قانوني دولي وكل شيء كي امن بهذا المسألة هاتش تسمى ماشي 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 مني يكون غادي انتقلل المسؤولية يقول الانسان عنده مشاكل سيرة سيدي تحلل مشاكل ديالك ومن يتحلل مشاكل ديالك اجي مرحبا بك لكن باش تقدم انتخابات انت عندك ملف متابع ابتدائيا اينا راه عندك كين شبهة كين اتهام كين تهمة رك واقف في قفص الاتهام رك متهم اي نعم انت بارئ حتى تثبت اذنتك ولكننا هاتش شبهات ما عنا من دلو بها ما عنا من دلو بها الشبهات ومن سافزش المواطنين فاش يكونوا الناس كي تحملوها كمسؤولية كبيرة وهما متابعين ومتابعين في حالة صراح ركا بامكانهم يكونوا متابعين في حالة اعتقال وكيبقوا بارئين الى حين الاتباتل اذا نديرهم في المحكمة ونهائيا واخاك يكون معتقل ولكن نبعدوا من المسؤولية نبعدوا من المسؤولية نبعدوا بكل ما هو شأن عام وهذا المبادرة يريد ياخدوها الاحزاب كان ياخدوها الاحزاب ردي تكون بحل كي يحاكموا نفسهم بنفسهم اه جسيدي انا قبل ما نهضر معكم انتم قبل ما نأطركم سياسيا انتم العموم انتم الرأي عام انتم المواطنين انا الدور دي الحزب السياسي هو تأطير وتوعية وتحسيس وتربية المواطن على مسألة شأن العام على السياسة العامة على الحقوق على الواجبات دي المواطن هذا هو الدور تعريف المؤسسة العمومية تعريف بالدور الذي تقوموا بالمؤسسة العمومية المؤسسة الدستورية الاحترام دي المؤسسة الدستورية انا قبل ما نتكلم معكم انتم كمواطنين انا بعدا بنفسي انا كحزل انا كناخد هذا القرار في القانون الداخلي ديالي ودخلته في الميثاق ديالي الاخلاقي ما غاديش يدخل عندي شي واحد نهائيا لأي ما ياخد معندي لا تزكية ولا اقتراح ولا منصب نهائيا ما حدو عندو مشكل او مثرة رائجة يمكننا نفكره من بعد الا تدبير وقائي باش يمكن الانسان يحفظ حقه باش من ياخد البراءة يمكن له يتقلد ذلك المسئولية هاتش يمكننا يمكن لي التفكير فيه ولكن نبعد نهائيا عندي شبوهات نقع حزن هاتش نبعدو باش من استافذش انا المواطن المواطن كيفاش بغيتو يفكر من يتشوف واحد نتقل المسئولية وهو متابعه هو عندو وقع احكام ابتدائية بالسجن بالحبس النافذ او بالسجن راه ما تفهمش المواطن راه انه 45 تل 50 في المئة دل الامية راه ما كيف فهمش راه ما تفهمش باننا راه كينه هادك راه باريء راه ما زالي حكما بحكمتش عليه اذن بعدو انا ما نستفزوش انا ما نستفزوش نقول له ها هو سيد افتقار نهار الميلف ديالو يصبح نهائي وياخد البراءة ديالو غد يتقدم اذن تفكروا ما هي الاليات اللي ممكننا نفعلو باش نحفظ له حقه يمارس الانشطة السياسية ديالو ولكن بلا ما نمس بهاد الامور اللي هي مقدسة لو تدبر شاء العام الحاجة ثالثة هلش ما نديروش واحد السن؟ هلش ما نديروش واحد السن؟ كسن يعني اقصى كتر منو ما يمكنكش تقدم اي مسئولية للمنتخب ولا تقلد واحد المسئولية ولا واحد المنصيب ديال مؤسسة عمومية وتدبر شاء العام هلش؟ نديرو غير المعلمين اساتيدة اللي نديروهم ثلاثين عام هادك بغينا نديرو فيهم باش كون عندو الشباب والقوة وذلك شي ها؟ وحرمت الاساتيدة اللي عندو خمسة وثلاثين عام ولي عندو ثلاثين عام ولي عندو ثلاثين عام وثلاث شهور حرمتهم لحق انه يدوز هذيك المباراة علاش لان عندي واحد استراتيجي عندي واحد الرؤية عندي واحد ان يبغي تسيدي نعطيه شاباب ونعطيه قوة ايوا؟ والسياسة وتدبر شاء العام ما عندها اهمية راه تهيها مهمة وتهيها عندها قيمة نحاول نديرو واحد سن تهوة انكي الناس اللي يتجاوزوا واحد سن معين اللي يخصوم يمشوا ويرتاحوا نستردو من الخبرة ديالهم يكونوا مستشارين ولكن ما يمكنه مش يتقل له مسؤولية اللي هي تقيلة ولي كتطلب منه القوة كتطلب منه الصهر كتطلب منه الطاقة وكتطلب منه الجهد وكتطلب منه التركيز وكتطلب منه حتى البدن يكون مستعد الشرط الرابع اللي يمكننا نقدمه واحد المستوى علمي ممكننا نشرطه نطلعه واحد شوية اليوم راش حال ذا ديال الشهادة ابتدائية ولا قسر لا الشأن العام هذا هذا راش الشأن العام هذا رالقرار في محل او عوض او باسم مجموعة ديال المواطنين جهة ديالجماعة ديالدائرة ديالمدينة ديال بلد وما يكونش عنده واحد لحده الادنى ديال ديالالتمدروس نبقا ونشوفو بعض المهزلات في البرلمان ديالنا كيفاش الناس يتكلمو كيفاش الناس ما كيستعبوش تلك الكلمة كيتفوو بيها ما كعرفوش كيقولو ما كيعرفش كيفاش يوضع السؤال خاص يكونو عندنا ناس اللي كيشرفو البرلمان وكيشرفو التمتيلية السياسية من اللي يتكلم يكون مستوى عالي وحتى الناس اللي كيتفرجوا فينا على بره حتى جيران يشوفوا حتى المواطن اللي كيشوفوا حتى البره اللي مانبينوا متنافسوا بعضياتهم اللي نحسوا بإننا كين واحد المستوى علمي متفوق رهدوا ما اللي تيمكن لمنعطوهم يقروا في مستقبلنا على الأقل اللي يكون واحد المستوى معين أنا ما حددش ما ما قتعل حتى شي مستوى ولكن رهد ممكن لنديروا دراسة ونشوفوا أشنو كيفاش باش منستنوش الناس اللي ممكن ما قرأوش بزاف ولكن ما تنقولش أنا لازم تكون عندو دكتورة ولا تكون عندو ماجستير ولا تكون عندو لا ولكن يكون أننا واحد المستوى اللي تكون تشريف في التمثيلية دل الشعب المغربي داخل البرلمان بغرفتيه نقطة الخامسة علش ما نفعلوش القانون بقوة ديل تصريح بالممتلكات قبل ما يتقلل المسؤولية ديالو نصر حاسي دي بش نتاهم ملك يلا وبارك من ذاك التعطال وذاك الأجال وما كنش تصريح يعني فعال وبنسبة لي لجميع وتكون المراقبة يعني هذا القانون اللي عندنا نطبقوه بحذافره ولكن نزيد فعلها أقبل ما يدخل المسؤولية ما الفيلم لفاديالو اللي غادي يتقدم يتكون فيه أش كيملك هات السيدة هذا أش نعندوه في حساب البنكي ديالو أش كيملكو الأقرباء ديالو اللي هي الزوجة والأطفال ديالو الأب والأم ديالو وتكون الشفافية ويكون الوضوح من النهار الأول إذن تنظرها هذه فرصة لأن هذه الموجة اللي راح نغادين فيها اللي كانت منها تكون موجة مستمرة ممنهجة مقصودة مدروسة لأنها راح تتعكس لإحساس باش كيحس المواطن ديالعينة يعني المسؤولين راح تحسب المواطن إلى كملات هذه المساطير وهذا شي فعلا يثلج الصدر ويطمئن وكيعطينا أمل في المتقبل وفعلا عندنا أمل لأنه مازال الخير في بلادنا ومازال إن شاء الله غد نزيدو بهالقدام ونزيدو كتر من راحنا اليوم وصلين له في تقدم